اشتركوا في القناة لا بد ان نفكر في الامر لا بنظرية المؤامرة لكن بنظرية ان هناك عصى مايسترو تحركت فبدأ هؤلاء بالتزامن يتكلمون في موضوع واحد والمايسترو يرقد او يكمن خارج حدود العالم العربي نحن لا نتحدث بالالغاز ولا نتحدث بالاحاجي بعد 25 سنة من رحيل الشيخ محمد متولي الشعراوي يمزقون الاكفان عن حياة الشيخ ويوسعونه نقدا الان بالتزامن عدة جبهات تتناول الشيخ فجأة اكتشفنا ان الشيخ محمد متولي الشعراوي ايقونة الاستنارة والاعتدال وحب هذا الدين وحب هذه الاوطان اكتشفنا انه متطرف واكتشفنا انه متزمت واكتشفنا انه كما قال ابراهيم عيسى التال اتلا الشيخ محمد متولي الشعراوي الذي خرج او فرخ اجيالا تحب هذا الدين وتذوب عشقا في هذه الاوطان فجأة اكتشفنا انه التال اتلا فجأة اكتشفنا انه خرج من جراب داعش فجأة اكتشفنا ان كل الجيوب الراديكالية والداعشية تعتمد على فكره وفتاوى فجأة اكتشفنا انه غير وطني وغير محب للأوطان الشيخ محمد متولي الشعراوي الذي شهد بعيني رأسي واقعت كبر عباس وتعرض لظلم الانجليز وبطشهم ايام كان الذين يهاجمونه الان لا اقول اجنة في بطون الامهات لكن كانوا في علم الغيب شيخ محمد متولي الشعراوي ابن دادوس بعد خمس وعشرين سنة من رحيله يتعرض لهجوم منظم وممنهج من عدة جبهات وتعجبوا اذ تجد وسط المهاجمين شخصين لا علاقة لهم بالفكر الاسلامي من قريب او بعيد لا علاقة لهم بالشرع لا علاقة لهم بالحل والحرمة لا علاقة لهم بعلم الحديث رواية ودراية لا علاقة لهم بعلم التفسير بكل مدارسه اتنين من نقاد السينما طيب ناقد سينمائي باعلقته بالمناظر بالديكور بتقييم الدراما التلفزيونية بتاريخ الدراما التلفزيونية لكن ما علاقته بتقييم فكر الشيخ الشعراوي ولماذا التقييم بعد خمس وعشرين سنة بعد ربع قرن نمزق الاكفان عن الشيخ لنحاسبه ونسائله الان في حياة الاوطان والشعوب رمانة ميزان مناطق ثقل وتوازن والعلماء دائما مناطق ثقل وتوازن لكن في مدارس فكرية ذا طبع تخريبي تريد تقويض المشهد تريد تجريف المشهد حتى لا تبقى قدوة واحدة تؤتم وتحترم كان كعب يقول رضي الله عنه العلماء قبلة إذا لقيتهم وضالة الشيخ اللي بدور عليه وضالة إذا لم ألقهم ولا خير للناس إلا بهم وسئل سعيد بن جبير ما علامة هلاك الناس قال إذا هلك علماؤهم مناطق التوازن بتقع تتداعى تتآكل بعد خمسة وعشرين سنة يقال عن الشيخ الشعراوي أنه أتل أتلو أنه غير وطني الشيخ الشعراوي الذي كان قلع من قلاع محاربة الغلو كل الجيوب الراديكالية كما تقولون إن انفجرت في الأوطان العربية بعد رحيله أيام كان قلعة حصينة كان رصاصة توجه إلى كبد الغلو والتزمت والجيوب الراديكالية والمتطرفة أو المغالية لكن من المتطرف هذا هو السؤال لأن التركيز على التطرف الديني جعلنا نذهل عن التطرف اللاديني جعلنا نذهل عن الغلو اللاديني جعلنا نذهل عن مدارس فكرية شاردة لا تعمل لحساب الأوطان العربية تريد تقويض المشهد برمته واغتيال كل رموزه معنويا تريد تجريف المشهد عن بكرة أبيه سنبدأ بفيديو والفيديو يظهر فيه الشيخ محمد متولي الشعراوي في موسم الهجوم عليه هو موسم للهجوم مستعدين نحدد لكم موسم الهجوم بالشهر والسنة واليوم كل سنة خلاص حفظنا الكاتالوج ما فيش كلام عن الفقر فيش كلام عن الدولار فيش كلام عن الأولويات لا الشيخ الشعراوي يصدرونه إلى وجهة المشهد بحجة أنه غير وطني تعالوا نستهل بهذا الفيديو لنتثبت من الذي يحب مصر ويحب الأوطان العربية ومن الذي يعمل بخطابه الإشعالي التحريضي التأجيجي لتقويض الروح الوطني نشوف هذا الفيديو ثم نعود بالتعقيب ستقو معنا لغة تذوب عشقا في مصر الكنان وكلمات الشيخ لا تحتاج إلى تفسير كلمات ابن دادوس الذي حفظ القرآن الكريم وهو في الحادية عشرة من عمره اللي جايين يعلمون نهاردة القرآن ويقولوله القرآن يتفسر ازاي والاعتدال بأزاي والاستنارة بأزاي أيام كان يحفظ القرآن الكريم وقد أتمه حفظا وهو في الحادية عشرة من عمره كان هؤلاء في علم الغيب هؤلاء الذين لا يقيمون عبارة عربية سليمة يكفي أن أقول أن كلمة الشيخ متولي الشعراوي كانت مملاتا من رأسه ومن طمي مصر من قلب قرية دادوس خرج هذا الحب وهذا الود وهذا العشق للأوطان وهذا التحلق حول كتاب الله لأن التفسير تفسير القرآن العظيم ليس بضاعة التافهين ده أعلى قمة الهرم هو تفسير القرآن إذا تصورنا أن علوم الدراسات الإسلامية هرم منظومة هرمية فأعلى قمة الهرم تفسير القرآن لأنه يقتضي إيجادة عدة علوم عدة علوم منها علم الحديث رواية ودراية منها علم البلاغة بعلومه الثلاثة المعاني والبيان والبديع منها علم التصريف منها علم الاشتقاق منها علم اللغة منها علم أصول الفقه منها علم أصول العقيدة منها علم الناسخ والمنسوخ 11 علم عشان تروح لقمة العلوم التفسير ومن أدبه وتواضعه لم ترد على لسانه أبدا كلمة تفسير أعد نصف قرن مع خواطره ويسميها خواطر وهو الدارس وهو المتفقه نهارده كله بيلبس عباءة الشيوخ والعلماء والدعاء ويحاسب الشيخ بعد ربع قرن من رحيله هنا سنسأل سؤال سوندرز في كتابها من يدفع للزمار هنطرح نفس السؤال لما تخرج كل هذه الجبهات فجأة ومن بين الجبهات جبهتان لا صلة لهم بالدراسات الإسلامية من قريب أو من بعيد استصطرق الشناوي على العين والرأس تدرس المناظر الدكور تاريخ السينما تاريخ الدراما التلفزيونية تاريخ السكتشات لكن لا صلة لك بالدراسات الإسلامية ولست أنت من ترتقي كرسيا لتقيم قامة في حجم الشيخ محمد متولي الشعراوي نفس الأمر يوجه للسيدة مجدى خرالة تيسيناريست قاصة مشتغلة بالنقد السينمائي لتقولي أنه الشيخ بعيد عن خطاب التنوير طب عرفوا لنا إيه خطاب التنوير ويجي الأستاذ طارق الشناوي يقولك أصله ما لقناش في فكره الاستنارة والاعتدال اللي لقنع عند محمد عبده ده على أساس أنك أريد كتب محمد عبده قلبت في كتب محمد عبده قرأت رسالة التوحيد قرأت تفسير المنار لمحمد عبده وقرأت بين ما كتبه الشيخ الشعراوي أو ما خطه تلاميذه نقلا عن محاضراته وخواطره وبين الإمام محمد عبده فاكتشفت أن الشيخ الشعراوي لا يمت بصلة أو بسبب إلى فكر الإمام محمد عبده جبت ده منين قرأت رشيد رضا وقرأت محمد عبده وقرأت مدرسة المنار تابعت خواطر الشيخ إبراهيم عيسى بيقول لنا أنا بتابع الشيخ من وانا عند 24 سنة واكتشفت وانا الان عندي 58 سنة ولا داخل على 60 سنة اكتشفت ان الشيخ متطرف فجأة كده يعني التفاحة اللي سقطت على رأس نيوتن جاءت تفاحة مماثلة لها سقطت على رأسك فجيت بعد 25 سنة من رحيل الشيخ في جنازة تاريخية تكتشف ان الراجل متطرف ولما تقول عن واحد انه قتال قتلة ده تقييم علمي لما تقول عن واحد انه ما بيحبش الاوطان هو انتو خدتوا صدق الوطنية تحكمون على الشيخ الشعراوي بعد 25 سنة من رحيله بانه فكره غير وطني وانه فكره داعشي اقول ايه ما هو اللي اتهم ابو بكر الصديق وهو حب النبي صلى الله عليه وسلم بانه داعشي هيبقى سهلة علي اتهم الشعراوي او غير الشعراوي بانه داعشي في ناس تمتلك صق الوطنية وناس تانية تمتلك صق الفكر الديني تعالوا نشوف ابراهيم عيسى قال ايه والله ما انا اللي قلت انه الشيخ الشعراوي قتال قتل انتو هتشوفوا في الفيديو ياصف الشيخ الشعراوي الراحل ياصف جثمان الشيخ الشعراوي بانه قتال قتل بعد ربع قرن من رحيله نشوف الفيديو العجيب الذي حارت فيه البرية كلها نشوف الفيديو ثم نعود بالتعقيب فابقوا معنا ده ما هي الشيك الوسطي اللي انت عايز تقدمهولي وتقول لي اني دايب مناموذج الشيك الوسطية الصدى اللي كون مقدانا الصدى اللي ربق افكارنا الصدى الوسطية فين ايام الشعراوي بدلا للمتطرفين اللي بنشوفهم دلوقت نعم نعم شيك خالص على الشعراوي الشيك الشعراوي بقول افكار متطرفة وفكار متطرفة شيك متطرف اهو التال اوتال بنتكلم دايما عن ادب التخاطب وبنقول دايما قولوا للناس حسنا ودايما يقولوا لنا خلوا الكلام مشذب ومؤدب ويمس القلوب وشغاف القلوب برفق وهو من الرفق بقى نحن نقول عن الشيخ الشعراوي ونحن نعرف انه ثلاثة ارباع العالم العربي يتعلق بخواطره وخطابه نقول عليه التال اتلة التال اتلة واي تناقض انت متحفز مثلا على فتوى اطلاقها تتعلق بنقل الاعضاء ما قلناش ان الشيخ معصو وارد كل يؤخذ من كلامه ويرد بس عشان اخطأ في موضوع نقل الاعضاء من وجهة نظرك انت لانك انت مش مفتي انت مش فقيه انت لست مؤهلا لا الفقه ولا الفتوى وبنقولي الكلام بوضوح لابراهيم عيسى انت راجل تكتب رواية مولانا تكتب فيلم الضيف انت راجل تألف مقالات تعمل صحيف اسمها المقال تتكلم عن موضوعات صحفية عن ريبرتاجات لكنك لست فقيها ولن تكون لن تكون لانك لست مستعدا للتعلم او تلقي النصح في كبر انت تنبه منذ سنوات الى اخطائك القاتلة في تقييم الناس وتقييم الافكار وذكر عنوين الكتب انت صاحب الواقعة الشهيرة في الاعلام كتاب اسد الغابة ما فيش في المكتبة الاسلامية كتاب اسمه اسد الغابة الكتاب اسمه اسد الغابة ونبهت الى هذا لكن مصر ان تركب متن الشطط والعند مصر ان لا تنتصح مصر ان تخوض مجالات ومخاضات لا صلة لك بها انت صحفي كبيرك وتمامك ان تكون صحفيا واللي حولك مش بيوجهوك لكن احنا لازم نقولها لك انت صحفي تتكلم عن فن التحرير الصحفي تتكلم عن فن المقالة او الزوايا والاعمدة تتكلم عن صحفة المقال تتكلم عن صحفة الخبر كبيرك وتمامك ان تكون صحفيا مناطق الفكر والفق مش بتاعتك قولا واحدا ومن اقتحم غير فنه اتى بالعجائب وانت تقتحم غير فنك فبفرض جدلي ان في خطأ في فتوى نقل الاعضاء هذا ليس مبررا ان تخرج على الناس وان تصف ميتا رحل عن الحياة انه قتال اتلا هذا الكلام المجاني مما يقال تحت بير السلم لكن لا صلة له لا بفق ولا بفكر ولا بتقييم الناس لا تقيم رموزها بهذا الشكل ما تقوليش العالم الحديث في امريكا يحترمون باترو بيرتسون يحترمون هذا القص ايا ما كانت تحفظ على فكري لكن يحترم باترو بيرتسون في المانيا يحترم القساوسة في انجلترا توني بلير ينتخب لرئاسة الوزارة او يختار لرئاسة الوزارة فيذهب الى القص وينحني ويقبل يده تبركا ده العالم الحديث لكن انتم دائما شذاذ خارج السرب تشذون خارج السرب العالم يحترم الرموز والعلماء وصنع الوعي وانتم تصرون على تجريف المشهد حتى يلتفت الشباب فيجد مشهدا مجرفا ليس في رمز واحد يحترم ولا عالم واحد يؤتم به حتى الشعراوي الذي فرخ اجيالا الان يمزق لحمه بعد ربع قر طب ما قلتوش الكلام ده في حياته ليه كان عندك منابر وكان عندك مقالات وزوايا وقام ده ما اتكلمتش قلت الكلام ده ليه انت كان لك برنامج اسمه الرائعان يا ابراهيم يا عيسى اشدت فيه بابي بكر وعمر وبعد سنوات انقلبت على ابي بكر وعمر وها انت تنقلب على الشعراوي فايحكيت التال اوتى دي يعني الشيخ دائما كان صخرة كالجلموت في وجه محاولات التكفير وهو الذي صرخ وصرخته ما زلنا نسمع بححتها الى الان من الذي يقول عن مصر انها كافرة هو الذي سأل مستنكرا في وجود القيادة السياسية انا ذاك من الذي يقول عن مصر انها كافرة فكان الشيخ قلع حصينة في وجه اي فتاوى للاستباحة او جيوب التطرف والغلوم لكن انتم المتطرفون هذا الخطاب الذي يصف شيخا احبه القاصي والداني بانه التال اتلى هذا هو التطرف بعينه وهذا هو الخطاب الاشعالي والتأجيجي الذي يصر على اشعال لسان اللهب في الاوطان الشيخ الشعراوي اللي اتم حفظ القرآن هو عنده 11 سنة ودرس في جامعة ام القرى يوم كان هؤلاء في علم الغيب ثم عاد الى وطنه كادحا الى ربه ثم تولى رئاسة مكتب شيخ الازهر ايام الشيخ حسن مأمون هذا تاريخ نحفظه عن ظهر قلب وليتكم تحفظون وبقول للأستاذ فريدة الشباشي طلب احاطة طلب احاطة في البرلمان من اجل واحد رحل شيخ رحل من ربع قرن تقدمين بشأن طلب احاطة الان فين كلامكم عن لقمة الخبز فين كلامكم عن الفقر فين كلامكم عن الام الشعوب العربية فين كلامكم عن القضايا المهمة طلب احاطة تحت قبة البرلمان من اجل شيخ رحل بعد ربع قرن من رحيله هل هذا مسلك حصيف وعاقل هو ايه اللي حصل المسرح القومي ادي اساس المسألة مش هيعمل مسرحية عن الشعراء وكان هيعمل امسية رمضانية عن الشعراء امسية رمضانية مش مسرحية يعرض فيها شيئا من تاريخ الشايف ادي القصة كلها على طول عصى المايسترو والمايسترو ده خارج الحدود المايسترو ده قلنا عنه قبل كده اسمه البرتو فرنانديز وكنا اول من نطق باسمه ده الممول الرئيس لكل هذه الحملات ضد العلماء والدعاء والفكر الاسلامي او ما يسمونه اسلامك تيكست النص الاسلامي البرتو فرنانديز وكشفنا كنا اول من كشف النقاب عن تمويلات البرتو فرنانديز لحملة الاقلام وعلى رأسهم ابراهيم عيسى ونتحدى ان ينكر هذه الواقعة والبرتو فرنانديز على قيد الحياة بعد كده بيقولوا ان شيخ الشعراوي يتحدث عن غير المسلمين يقولوا انه الشيخ الشعراوي لا يدعو الى التعايش مع الاخر والله انتوا صدعتوا دماغنا بالاخر لا احنا الشيخ الشعراوي ومن قبل الشيخ الشعراوي علمنا هذا الدين العظيم كيف نتعايش مع الاخر بس انتوا اطلعوا منه انتوا العرفين تتعايشوا مع نفسكم ولا مع اوطانكم ولا مع شعوبكم ولا مع الاخر وتصل يصل المنح الفاشي لدى شريحة من من يحسبون على الفكر والتنوير الى استدعاء موتة ومحاسبة موتة فجأة كده اكتشفنا ان الشيخ الشعراوي لا يكرس في ضمائرنا ثقافة التعامل مع الاخر هو مين الاخر يعني غير المسلم طب تعالوا نشوف هذا الفيديو ونشوف كيف علم الشيخ الشعراوي اجيالا تتعامل مع الاخر هنشوف اه ليه عن الاخر اللي انتو عملينه قميص عثمان وعملينه قفاز وعملينه توكأة او معبر او جسر لنقلي اجنداتكم الشخصية هنشوف الشيخ الشعراوي قال ايه عن الذميين وعن الاخر ثم نعود بالتعقيب فابقوا معنا ثم ده طبيعة يبقى يقبله ولا ما يقبله شيء ولذلك النبي يقول اللي يعادي لذمي انا خصمه يوم القيامة لانك ان عاديته واصطحته وهدته في حياته او في ارض او في ماله تبقى حج له في انه لا يؤمن نقول اذا تانا هم مؤمنين بيعملوا كده يبقى انت عملت ايه لكن لما تعملوا من ايه بالحق والخير يؤنبوا نفسه ان لا يكون مسلما ولذلك قلنا دمان ان سيدنا ابراهيم على نبينا وعليه افضل الصلاة والسلام جاء اليه رجل هو اجتم منه كده يعني شف شكله كده سألوا عن دينه قال له انا كده مبوش ففد البت وشه مش الراجل واذا بابراهيم يتلقى الوحي من الله يا ابراهيم لم تقبل ان تضيفه لانه على غير دينك وانا قبلت طول عمر في ملكي وهو كافر به فسيدني ابراهيم رجع بسرعة وتردى مين تردى او اللاجل قال له ايه اللي جار لن تنهرتني وتردتني وعملك قال ان ربي قال لي كذلك قال ان ربي يعاتب انبياءه بشأن اعبايه لحقيق ان يعمل ما اله ايضا الله ايضا الله ايضا الله ايضا الله وانتهى كل مسألة ايضا الله ادي الشيخ و ادي افتطابه وحديثه عن الاخر اسمعوا له ولا تسمعوا عنه ادينا بنقول هلكم اسمعوا له ولا تسمعوا عنه تراث الشيخ الشعراوي موجود على اليوتيوب حتى الان الرجل من سنة تلاتة وسبعين وهو يتولى مهمة الخواطر تعقيبا على آيات قرآنية من سنة تلاتة وسبعين حتى خذلته صحته فانتهى إلى سورة الصف وشئ من سورة الممتحنة ثم لم يستطع أن يكمل بعد أن انهارت حالته الصحية نصف قرن من التعامل مع القرآن كانت الأسرة العربية كلها تتحلق حول التلفاز حول التلفزيون يوم الجمعة الغدى شاي العصاري ثم التقاط ما يقوله الشيخ رحمه الله فكان يحكي بلسانه ملاسة المرمر وليونة الماء زمان ألعى مجاهد قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن قال عنه مجاهد كان إذا فسر آية من كتاب الله رأينا على وجه النور وأنا باخد عبارة مجاهد وأقول كنت تشعر مع كل آية يخوضها تفسيرا أو تعقيبا كأن على وجه الإشراق والنور والنهاردة إبراهيم عيسى اللي بيقوله من أنت حتى تفتي طب خليك في رواية مولانا خليك في المقالة بتاعتك خليك في البرنامج بتاعك لكن أنت الذي تحاسب الشيخ الشعراوي أنت الذي تتحدث عن علم الحديث رواية ودراية أنت الذي تتحدث عن أصول الاستنباط الفقه فجأة كده لبست عباءة شيخ الأزهر أو شيخ الأزهر وتقول لي أتال أتلة خطابكم هو الذي يشعل الأوطان وهو الذي يقدم غطاء تبريريا حقيقيا للاغتيال المعنوي والتصفية المعنوية وهي لا تقل في إجرامها وجنائيتها ومنحاها الإجرام عن التصفية الجسدية هتفرق إيه تفرق إنك تصفي إنسانا جسديا في ضاحية أو ميدان فتطلق عليه زخات الرصاص الحي وتزهق روحه البريئة وبين أن تغتاله وأن تصفيه معنويا ما هي هي ما هي هي هذا نوع مديرن معصرا جديد من الدعشنة والتطرف والغلو ومحاسبة الناس دون تثبت لبعلم ولابينة ولابدليل أهو بيكلم عن الذميين وبيكلم عن الآخر ويفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أذى ذميا فأنا خصيمه أو حجيجه يوم القيامة في كلام أفضل من كده كسلاسل الذهب لترسيخ مبدأ التعامل مع الآخر فاصل قصير ثم نعود اللقاء بكم فابقوا معنا أخطر ما في هذه المطاعن ليس أنها توجه إلى شيخ لم يعرف إلا المحراب والصومع والكتاب والعمود والتلاميذ أخطر ما في هذا إظهار فكر الشيخ على أنه نبت النفط الإبن الشرعي للنفط وأن كل كلمة كان قابض من وراه وأنا أقول أنا التقيت بالإعلام الكبير الراحل أحمد فراج وكان يحكي لي أن الشيخ ما سأل يوما عن أموال أحمد فراج هو أول واحد اكتشف الشيخ الشعراوي على الإطلاق سنة 1973 استدعى الشيخ وبدأ يتحدثان عن بعض آيات من القرآن وعن واقعة الإسراء والمعراج بدأت إطلالة الشيخ من خلال الشاشة تستوطن القلوب وأنا التقيت بالإعلام الكبير أحمد فراج وقال لي أن الشيخ عمره ما تطرق إلى أموال عمرنا ما دخلنا لستوديو وسأل عن مال عشان نيجي نفتري عليه بعد ربع قرن ونقول أنه منتج النفط لا اللي أنتو مش فاهمينه أن الراجل ده نبط الطمي المصري والأرض المصرية والقرية المصرية ابن دا أدوس آخر حاجة يفكر فيها حتى لما راح الجزائر وترأس بعفة الأزهر في الجزائر سبع سنوات عمره ما كلم جزائري واحد عن الفلوس ولا عن المقابل ما تخلوناش نقول العقود اللي أنتو موقعينها بكام وبتعملوا إيه عشان تركابوا الترند ليتحول ركوب الترند إلى ريع وبزنس وربح ما تخلوناش نفتح هذا الملف من كان بيته من زجاج فلا ينبغي أن يقذف الناس لا بالطوب ولا بالحصة طلعناها التال قتلة وطلعناها بيشتغل عشان الفلوس عشان الدولار عشان النفط دا بقى مرت ايه تعالوا نشوف عينة من الخطاب التحريضي والتأجيجي والإشعالي المنعزل عن الزمان والمكان والتاريخ والضمير لما تحط ضميرك في التلاجة وتستودعه الثلاجة الباردة وتقيم رمزا كبيرا أطبق الجميع على نظافة يده وطهارة ذيله وكفاحه في علمه قبل أن يولد هؤلاء يبقى لازم تقول أنه هذا خطاب شاذ وناتئ خارج الزمان وخارج المكان وخارج الضمير الأخلاقي فجأة كده نقبنا في الضمائر وفتشنا في النيات وقلنا أن الراجل قابض وتجربته اللي قعدت نصف قر هي ابنة النفط تعالوا نشوف المزيعة قالت إيه عن الشيخ الشعراوي ثم نعود بالتعقيب فابقوا معنا ومزايدة بها دماغة فيها لعبة في الدماغ بقى أرحمونا وارحمو الشباب مصر بقى وإحنا لازم حنيثبت أن نحنا مسلمين ومؤمنين وبتوى عربنا فنقدم الشعراوي القثر والقاثر وزيرة الثقافة والعملين معها أي سأقول لحضراتكم علوما المصنع في السعودية قافل المصنع في السعودية قافل أنا بقول لكم علومة إمكاني أنتم ما تعرفوش سؤالي بقى الوكيل لسه شغال في مصر إزاي وإحنا بندرس علم الأعلام كان في مبدأ مهم يسمونه في الأعلام وضع الاعتبار للمشاعر اللياقة الذوق التقييم الموضوعي شو واحد يقول لي عن شيخ راحل أتى الأتلة وهو يعرف أن حبه يستوطن القلوب لكن العند والغل الموتور واحد ينضح خطابها حقدا أسود لا صلة له بمهنية العمل الإعلامي تقولي البنك في السعودية أفل هو البنك كان فاتح أيام الشعروي يعني كل الخواطر التي عاشت عليها هذه الأجيال نصف قرن قبل أن تولدي مدفوعة الأجر قال الكلام دا الذي خرج من ذوب وعصارة الوجدان والقلوب عشان قابض على كل جملة المشكلة أنكم لستم نبت مصر الخطاب دا ليس نبت مصر اللي أنتوا شايفينه دا هذا التعجيج والتحريض والتشهير وإشعال الأوطان ليس نبت مصر هذا ليس نبتا مصريا ليس نبت الأرض الطاهرة التي يعيش فيها الفلاحون للبناء لا للتدمير ولا للتقويض ولا للهدم وانت لو رميت نخلة انت متصور أن النخلة هتقع من الطوبة اللي انت رميتها يعني متصورا أن هذه الطوبة أو هذه الحصوة هتوقع النخلة ستظل ثمار النخلة دانية مش هتقع انتوا اللي بتقعوا ونماذجكم تتهشم كالزجاج الرديء قطعة قطعة بنك ايه وبنك ايه اللي فتح وبنك ايه اللي أفل ده شيخ درس العقيدة الإسلامية في جامعة أم القرى سنوات ثم عات ودرس مرة أخرى في جامعة عبد العزيز سنوات واختاره ممدوح سالم رئيس الوزراء ليكون وزيرا للأوقاف لم يكن اختيارا صدفويا ولا عشوائيا كان أمامه سي في أين السي في الذي تمتلكونه أنتم وبتزايدوا النهاردة على الوطنية أنا هقول نموذج واحد بس واقعت كبري عباس لما سقط خلاصة طلاب مصر سقطوا في الماء اتفتح الكبري عليهم وضربهم الإنجليز وكان الشيخ الشعراوي يترأس اتحاد الطالبة ما أنتم مستشمرين حالة فراغ أن الناس ما عندهاش التاريخ ده التاريخ الشيخ الشعراوي آنذاك كان يترأس اتحاد الطالبة وهو الذي قال في الصرادق بعد الواقعة وتعرض بسبب هذا للاعتقال من الإنجليز قال بعد الواقعة شباب مات لتحيا الأوطان شباب مات لتحيا مصر عن واقعة كبري عباس أين كنتم أنتم في الغرف المكيفة وتمويلات ألبيرتو فرنانديز اللي قلناها من شهر ولم يرد أحد ولا يجرؤ أحد أن يرد العقود اتنشرت اتنشرت في الصحافة والإعلام وتعرف مين اللي بالمول ومن الذي يدفع للزمار وقعت كبري عباس تأكيد على وطنية الشيخ إيه اللي يخليها ترأس اتحاد الطالبة وإيه اللي يخليها تعرض لهذا العنت ولهذه المشقة ولرصاصات الإنجليز ولاتهض للإدارة آنذاك إيه اللي يخليها تفاعد كله من ثمنا إيه اللي يخليه لما فكروا أنهم يوزعوا يوسعوا المطاف في السعودية يكتب بحثا فقهيا من خمس ورقات ليحذر من هذا الأمر ويعرض نفسه للحرج مع السلطات والإدارة الكلمة التي يبتغي بها وجه الله إحنا لا نقدس أحدا ولا نحرق بخورا لأحد لكن هذا تاريخ واقعة كبري عباس صفحة مجللة بالبياط في تاريخ الوطن المصري وكان الشيخ الشعراوي في واجهة المشهد كان يترأس اتحاد الطالبة ويحب هذا الوطن ودفع ثمنا وفاتورة لحب الأوطان ماذا دفعتم أنتم ملولنا العملين يلقنون ويصدعون رؤوسنا بدروس في الوطنية ماذا قدمتم للأوطان عبر عشرين عاما أو ثلاثين عاما طبعتم بنيتم فيلل بنيتم قصور خدت تمويلات ألبيرتو فرنانديز وماليتو جيوبكو ماذا أخذ هو يعني عبر هذه السنوات والعقود طب الحلقة كان بتقف بكام لو هتاخدوا المسألة فلوس نصف قرن حطولي على الترابيزة الحلقة التي كان يقدمها كل يوم جمعة كان بياخد كام في جيبه وانتوا بتاخدوا كام ما هو يعني اللي بيصر بقى أن يصدر الإحراج احنا كمان هنصدر له الإحراج الذي يصر أن يحاسب شخصا رمزا غيبه الموت دون فروسية الموقف ده ما فيهو شرحت الفروسية لماذا لم تتكلموا حال حياته ده سؤال سؤال لإبراهيم عيسى كنت بتعمل تجربة الدستور صحيفة الدستور ما تكلمتش ليه عن الشعراوي لماذا لم تتكلم حال حياته السيدة عزة مصطفى ربما كنت طالبة ما تكلمتش ليه عن الشيخ حال حياته فجأة كده فيه بنوك بتفتح وبنوك بتقفل لا انتم ما فهمتوش الشيخ الشعراوي الشيخ الشعراوي لم يستوطن القلوب إلا بلهجته الريفية لأنه نبت الأرض المصرية وليس نبت أي بنك أو مصرف نفطي عاش دائما مرفوع الرأس وفوت عشرات الفرص لينال حظوة وثروة واسعة هو الشيخ نفسه اللي نظف حمامات المسجد لما أحس يعني أن الناس تقدره وتمنحه نجومية لم يستنكف أنه يشمر وينظف دورات المياه ماذا صنعتم أنتم للأوطان وأنتم تحوزون صق الأوطان صق الوطنية ده وطني وده غير وطني ده متطرف وده معتدل من أنتم لتقيموا ما مؤهلاتكم ما منجزاتكم ما رصيدكم أين كتبكم ما الذي قدمتموا للأوطان العربية إلا إرباك الأوراق ولخبطت الملفات وإشعال حرب طبقية وفئوية بين فئات الشعوب والأمم لم تستطيع أبدا أن تجمعوا الناس على طاولة واحدة والعلمائدة واحدة وقعت كبرى عباس الشهيرة ناطقة بأن الشيخ كان يحب هذا الوطن وقدم من الأرصدة والأمارات والعلامات ما يؤكد على حبه للوطن وتعرضه لنقمة الإنجليز وغضتهم ولا الاعتقال الإنجليز حطوا الشيخ الشعراء في دماغهم طيب ماذا صنعتم أنتم هذا هو السؤال طبعا الهجم منظمة ومتزامنة حتى الناقد السينمائي الأستاذ طارق الشناوي أنت عمرك ما تكلمت في موضوع ديني أنا التقيته في بعض اللقاءات جمعتنا لقاءات تلفزيونية وأشهد له أنه متضلع خبير في تقييم السينما في تقييم الدراما التلفزيونية المناظر والديكور والجملة الحوارية وتاريخ الدراما على العين والرأس إيه بقى اللي دخلك مساحة تقييم الدعاء واللي مش فهمها السيدة اللي بتقول إن البنك أفل لا الشيخ الشعراوي مش نبت النفط ولا نبت البترو دولار الشيخ الشعراوي نبت المدرسة الأزهرية محمد أبو ظهرة المراغي محمود شلتوت عبد المجيد سليم سلسال لم تقرأي سطراً واحداً لهؤلاء ولذلك أنت أعجز عن أن تفهمي عطاء الشيخ الشعراوي لأنه نبت وسلسال مدرسة الأزهر ومناهج الأزهر المطرعة بالاستنارة والاعتدال فواحد يقول لي أتال أوتالة هل هذا تقييم؟ وحدة تقول لي البنك أفل والبنك فتح وما علاقة خطاب الشيخ بالبنوك لا نقول إلا ما قاله الفراء أدب النفس قبل أدب الدرس أدب النفس قبل أدب الدرس ما هو لو النفوس نظيفة نقية خالصة النية لله سبحانه وتعالى سنقيم الناس تقيماً يتشح بالحيدة والاعتدال والتجرد ويمكن أن يجد آذاناً مصغية لكن المشكلة الغرض مرض والمشكلة أن الزمار دفع للجميع في وقت واحد فتحركوا بجبهة واحدة وفي توقيت واحد يكاد المريب يقولوا خذوني هو موسم الهجوم بتاع كل سنة هنحدده لكم بعد كده بالتاريخ باليوم والساعة والشهر زبطين نفسوه ألم الأوطان في نحية وفكرهم في نحية لا أنا ديني علمني أن أحسن ترتيب الأولويات قال أبو حامد الغزالي إن فقد الترتيب بين الخيرات من جملة الشرور نعرف نرتب الخير نعرف نرتب قضيانا وأولوياتنا لكن خطابكم يثبت مجدداً أنه خطاب معزول عن ضمير الشعب العربي معزول عن ضمير الأمة العربية والإسلامية خطاب يتحرك في جيب مؤدلج جيب إيديولوجي يتضمن خمسة أو ستة أشخاص لا علاقة لهم بالزمان ولا بالمكان ولا بالضمير الأخلاقي اليقظ الذي يحسن تقييم الناس وينصد لنصح القرآن ولا تبخس الناس أشياءهم لا نريد بعد مرور هذه السنوات أن نبخس العلماء حقهم لا نريد أن نبخس الناس أشياءهم أودعكم مع صوت الشيء أدعية مما كنا نسمعه ونحن أطفال وهذه الأدعية استوطنت مننا الوجدان عايشناها عقوداً هذا هو خطاب الشيخ الذي علمنا الاستنارة والاعتدال وحب القرآن والسنة وعشق الأوطان أما خطابكم فيزداد عزلة فيزداد تحريضاً فيزداد تشهيراً فتتراكم عشرات الأدلة على أنه خطاب لا يلائم أوطاننا وأنكم بخطابكم التنويري الجديد أصبحتم فعلاً عبءاً على هذه الأمة يظل الشيخ مشعلاً يضيء للأجيال لأن كلمة العلماء لا تنطمس كلمة العلماء تظل تلبث على الدهر وتبقى في وعي الجيل وذاكرة الجيل ريفما نلتقي أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وأدعوك بما دعاك به نوحم عليه السلام حين قال رب اغفر لي لوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد اشتركوا في القناة